السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلاب البكالوريا الكرام في فيديو جديد من دروس الوحدة المتمثلة في المناعة وفي مواصلة الجزء الثالث من المناعة والمتمثل في الفيروسات تكلمنا في الحصة السابقة على مراحل تطور فيروس الفياش داخل خلايا التكات تكلمنا على أن فيروس الفياش يهاجم الخلايا التكات وعرفنا كيف هي مراحل دخول الالتكات إلى غاية خروجه عن طريق ظاهر التبرعم ومهاجمته لخلايا التكات سليمة وتكلمنا على آلية تكاثر هذه الفيروسات وهو فيروس الفياش صح أما بالنسبة إلى درس اليوم سنتطرق إلى مراحل تطور الإصابة بفيروس الفياش منذ غاية دخول الفيروس الفياش للعضوية على الإنسان وهو راه يدير في مشاكل هذه المشاكل تسبب في أمراض هل ما تسببش في أمراض هل هذا الفيروس الفياش يؤدي إلى الموت هل لدينا علاج هل يمكن علاجه أم لا يمكن علاجه بالإضافة إلى المراحل التي تخلي مراحل إصابة يعني عنده مراحل هذا فيروس الفياش منذ غاية دخوله من اليوم الأول إلى غاية خروجه أو موت الإنسان عنده مراحل راك فهم اليوم أنا راح نعرف مراحل تطور إصابة بفيروس الفياش أنا راح نعرف فيها عدة تفاصيل صح أول حاجة قبل أن نتكلم على مراحل تطور الإصابة بفيروس الفياش سنتكلم على أسباب دخول فيروس الفياش إلى العضوية وشين من بين الأسباب التي تؤدي إلى دخول فيروس الفياش أسباب دخول فيروس الفياش إلى عضوية شخص ما إلى عضوية ماذا؟ إلى عضوية شخص ما وشين الأسباب التي تؤدي إلى دخول فيروس الفياش إلى عضوية شخص ما من بين الأسباب اسمع لي أمليحة من بين الأسباب العلاقات الجنسية من بين الأسباب العلاقات الجنسية أيضا من بين الأسباب التي تؤدي بانتقال فيروس الفياش مشاركة الإبر مشاركة ماذا؟ مشاركة الإبر صح خاصة الإبر التي يستعملها الأشخاص الذين يتعاطم المخدرات بالإضافة إلى نقل الدم من بين الأسباب التي تؤدي إلى نقل فيروس الفياش من شخص إلى آخر وهو نقل الدم وهذه حالة نادرة أنه يتلقى فيها فيروس الفياش بالإضافة إلى الأم الأم الحامل عندها حالتين الأم الحامل والأم المرضع الأم الحامل والأم المرضع تستطيع نقل فيروس الفياش إذا كانت الأم حاملة لفيروس الفياش أن تنقله إلى ولدها الحامل أو ولدها الذي ترضعه عن طريق الحريب هذه هي من بين الأسباب التي تؤدي إلى دخول فيروس الفياش إلى عضوية شخص ما بمجرد ما يدخل فيروس الفياش لنفترض أن شخص ما أصيب بفيروس الفياش هذا فيروس الفياش لديه مراحل لديه مراحل عنده الزمن منذ غاية دخول هذا فيروس الفياش عندك هذا ما يمثل الزمن وعدنا ماذا يمثل هذا؟ كمية العناصر في الدم كمية العناصر في الدم رأنا راح نعرف ما هي هذه العناصر صح لدينا منذ دخول فيروس الفياش عنده المدة بالأسابيع كيف يؤثر هذا فيروس الفياش وعنده المدة بالسنوات كيف يؤثر فيروس الفياش بعد دخوله إلى عضوية شخص ما بعد سنوات قل لك هذا فيروس الفياش طيلة حياته طيلة الزمن الذي يعيشه داخل عضوية شخص ما يمر بثلاث مراحل هذه تمثل المرحلة الأولى وهذه تمثل المرحلة الثانية وهذه تمثل المرحلة الثالثة حيث أن كل مرحلة من هذه المراحل لديها اسم صح عندك المدة بالأسابيع مثلا عندك ثلاث أسابيع أربع أسابيع منذ دخول فيروس الفياش هذا اللي باللون الأحمر بيان فيروس الفياش وهذا باللون الأخضر اللي هو يمثل خلايا التكات لأنه فيروس الفياش على بان نابلي يهاجم الخلايا التكات صح اسمع لي يا مليح ما يقال عكش هذا البيان رايح تشوفوا محقاد وكذا وكذا كونسونتري معاي مليح وركز معاي مليح 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 رايح تفهم مليح هذا المنحنة ورايح نفرزوه مليح صح قال لك عدنا ثلاث مراحل المرحلة الأولى هذه بماذا تسمى اسمع لي مليح مرحلة الأولى بماذا تسمى تسمى بمرحلة الإصابة الأولية مرحلة الإصابة الأولية صح تعالى السابيع الأولى تسمى بمرحلة الإصابة الأولية ونجدها أيضا ونصادفها مثلا أيضا باسم مرحلة الإصابة بالزكام الحال صح وتسمى أيضا بمرحلة العدوى الأولية لديها مجموعة من التسمية ونصادفها بأكثر تسمية لها مرحلة الإصابة الأولية وتسمى بمرحلة الإصابة بالزكام الحال ومرحلة العدوى الأولية بالنسبة للمرحلة الثانية تسمى لديها مجموعة من التسمية تسمى بمرحلة الترقب وتسمى أيضا بمرحلة السكون وقادر نصادفها باسم مرحلة الإصابة بدون أعراض مرحلة الإصابة بدون أعراض صح أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة هذه مرحلة الثالثة لديها مجموعة من التسمية رانا راح نفهمهم وحدة وحدة ما تقلقوا راحكم أولو تسمى بمرحلة العجز المناعي ونصادفها أيضا بتسمية مرحلة ظهور الأمراض الانتهازية وتسمى أيضا نسموها مرحلة الصيدة المعلنة وتسمى بمرحلة الصيدة المعلنة صح مرحلة الثانية بماذا تسمى؟ مرحلة الترقب ومرحلة السكون ومرحلة الإصابة بدون أعراض مرحلة الثالثة بماذا تسمى؟ مرحلة العجز المناعي مرحلة ظهور أمراض الانتهازية ومرحلة الصيدة المعلنة حيث أنه في المرحلة الثالثة بعد سنوات في هذه المرحلة هذه ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى الموت يا جماعة تؤدي إلى الموت تؤدي ماذا؟ تستطيع تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الموت صح هيا اسمع لي يا مليح صح نبدأ مع المرحلة الأولى المرحلة الأولى بماذا تسمى؟ تسمى بمرحلة الإصابة الأولية وتسمى بمرحلة الإصابة بالزكام الحاد وتسمى بمرحلة العدوى الأولية هذه الفترة تكون في مدة أسابيع ثلاث أسابيع أربع أسابيع الأولى لفيروس الفياش راح تكون عندنا أعرف تشبه الزكام الحاد يعني لا قريب لا قريب بصح مش لا قريب العادية لا قريب تقول يا عندنا بزاف لا قريب فاهم يعني مرحلة الزكام الحاد الناس يعدهم للفياش اللي يدخلهم فيروس الفياش عن طريق أي سبب من أي سبب من الأسباب يمكن من بين هذه الأسباب او اسباب اخرى رايح عنده في الاسابيع الاولى ثلاث اسابيع اربع اسابيع الاولى رايح يكون عنده لقريب الحادة الزكام الحاد رايح فهم وتسمى بمرحة اصابة الاولية قادر انصادفها بهذه التسمية صح لاحظوا باللي عدنا فيروس الفياش وعدنا الخلايا التكات صح عدد الخلايا التكات قل لك كمية العناصر هذي كمية العناصر في الدم عدد الخلايا التكات في الدم في الحالة العادية يكون عددها محصور ما بين الف خلية الى غاية 4000 خلية انا درتكم في هذا المثال 1200 خلية 1200 خلية صح اول حاجة نلاحظه من البداية ها هو فيروس الفياش هذا يمثل باللون الاحمر فيروس الفياش اللي باللون الاخضر خلايا التكات لاحظوا باللي فيروس الفياش ها يدخل الى العضوية نلاحظه تزايد في كمية فيروس الفياش تزايد كمية فيروس الفياش صح في نفس الوقت لاحظوا باللي تناقص عدد الخلايا التكات تناقص عدد الخلايا التكات هذا يدل على النواش فيروس الفياش يهاجم الخلايا التكات سيبو سيبو هذا يا وين هذه في الفترة الاولى من المرحلة الاولى ارانا في الساعة في المرحلة الاولى الروح للجزء الثاني هذا الجزء الثاني للمرحلة الاولى لاحظوا بعد مدن بعد الفترة الثانية لاحظوا تزايد عدد الخلايا التكات وتناقص في كمية فيروس الفياش شمعناها معنى تكاثر خلايا التكات دلالة على تطوير استجابة مناعية نوعية ضد هل هذه الاستجابة النوعية؟ هل هي خلطية او خلوية؟ هل هي خلطية او خلوية؟ في الجزء الثاني هنا بعد ما تكافرت خلايا التكات قلت لك ظهرت خلايا جديدة هذه خلايا جديدة اسمها الخلايا LTC وظهرت جزيئات اخرى دفاعية تسمى بواشة سماوها بالاجسام المضادة هذي بماذا دون مثل ندروا لون اخر افضل ظهرت ايضا جزيئة دفاعية جديدة هذه عبارة عن اجسام مضادة معناته عدد تكاثر خلايا التكات ادى الى تطوير استجابة مناعية ظهرت الخلايا LTC وظهرت الاجسام مضادة الخلايا LTC ميزوا بها الاستجابة الخلوية والاجسام المضادة الميزوا بها الاستجابة الخلطية بالتالي تطوير استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية وذات وساطة خلوية هذا بالنسبة إلى واشة هذه بالنسبة إلى واشة هذه تمثل واشة المرحلة الأولى هذه كاملة رانا تكلمنا عن المرحلة الأولى المرحلة الأولى هذه بواشة تمثل هذه تمثل المرحلة الأولى هذه تمثل المرحلة الأولى صح نروح الآن إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية تسمى بمرحلة الإصابة بدون أعراض سمع لي مليح مرحلة الإصابة بدون أعراض صح رانا لحظوا باللي بعد ما طورنا استجابة مناعية نوعية خلطية وخلوية ضد فيروس الفياش لحظوا باللي رانا لم نقضي كليا على فيروس الفياش رغم ماذا؟ رغم تطوير استجابة لطيوة خلوية لماذا لم نقضي على فيروس الفياش كليا رانا لحظوا باللي فيروس الفياش رامزال بقضيه رامزال كمية تعمزال ولكن لماذا لم نقضي على فيروس الفياش كليا هذا سؤال مليح اسمعني مليح فيروس الفياش يمتلك محددات Jb-120 صح هذه محددات Jb-120 محددات الفيروس هذا الفيروس لديه طفارات يتعرض إلى ماذا؟ نتعرض إلى طفارات دائمة هذه الطفارات تؤدي إلى تغير شكل المحددات من شكل مثلا مثلث إلى شكل مربع بالتالي هذا الفيروس وش راه يدير راه يغير دائما في شكل محدداته خاصة الجي بي صونفا وذلك نتيجة للطفارات التي تحدث على مستوى هذا الفيروس وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى أن مرض فيروس الفياش ليس لديه علاج ما حدوش علاج لخطر محددات انتهاء وديما تتغير ديما تتغير على بيها ما نقدروش نقضع عليه كليا صح لاحظوا باللي كمية فيروس الفياش وشحنة فيروس الفياش بقيت تتزايد بكمية بطيئة جدا لذلك تسمى برحلة الإصابة بدون أعراض يعني عندك الإصابة بدون أعراض هي في المدة واشه بالسنوات عندك في الفترة الثانية هذه المدة راح تكون بالسنوات في هذه المدة راح نلاحظوا باللي كمية فيروس الفياش راح كاين وراه الإنسان هذا حامل لفيروس الفياش ولكنه بدون أعراض ما عندهش أعراض واللاحظوا باللي راح عدد الخلايا التكات راح يتناقص عدد الخلايا التكات وش راح يديس رالو راح يتناقص بالتالي يتنقص حدد الخلايا LTC وعندك خلاف LTC مجرد ما يتنقص عدد خلايا LTC أيضا كبيرة ستقسون الحياة و ستقسون الخلايا الألتيكات لماذا الألتيكات ستقسون الخلايا الألتيكات قلنا بأن الألتيكات تلعب دورة التنشيط الخلايا سمعني أمليح عندك هذه الخلايا الألتيكات هذه خلايا LTIcause وش يسرها لها راح تبعث نرفها alte supposedly كل تبعث انتر لوكين 2 وش يسرها لها راح تدخل في مرحلة واشه التكاثر والتميز راح تتطميز الي الخلايا LTE Ning راح تتطام لخلايا LTCARI هذي LTEmente결 اشونو دورتانها LTE multi في بعد ال teor t في ب played inter lo kine Doctrine وكل الكت� Wках تforward تقف في المرحلة التميز الى LPP PLASMO CETA و LPPMEMOIR صح وهذه ال LTH في نفس الوقت لما تبعث تبعث ال LTH تبعث ال LTH بمجرد من تبعث ال LTH هذه ال LTH تحت تقف في المرحلة التكاثر وتميز الى واش الى خلايا LTC بالاضافة الى LTHMEMOIR صح لهذه ال LPP وشنو الدورتها دورها إفراز الأجسام المضادة دورها واش إفراز الأجسام المضادة خلايا LTC عندي الخلايا LTC عندك الخلايا LTC بمجرد لا تناقص معلية مليحة عندك خلايا LTC تناقص صح بسرعة ال LTH تنقص الخلايا LTH وينقص إفراز الأنترلوكين 2 كي ينقص عدد LPP وينقص أيضا إفراز أنترلوكين عند LTP وينقص عدد الخلايا LTC وينقص وش تركيز الأجسام المضادة هذا سبع لتخلي الجزئات الدفاعية الأجسام المضادة والLTC يتناقص هذه بالنسبة إلى واشا مرحلة الإصابة بدون أعراض صح الآن نروح إلى المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة ماذا نلاحظه المرحلة الثالثة بماذا تسمى تسمى بمرحلة العز المناعي وتسمى بمرحلة ظهور الأمراض الانتهازية وتسمى بمرحلة الصيدة المعلنة صح عدد الخلايا التكات في المرحلة الثالثة بعد مرور سنوات بمجرد عدد خلايا التكات بمجرد ما يتناقص عددها على 200 خالية في المتر مكعب من الدم بمجرد ما يهبط على هذا العدد بالتالي رانا ندخله في مرحلة العز المناعي بالتالي هذا الجهاز المناعي ينتعني يقول لي ضعيف جدا ضعيف 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 جدا بالتالي كي نلحقوا إلى يقول لي عدد خلايا التكات أقل من 200 خالية في المتر مكعب من الدم لاحظوا باللي راه يتناقص بسرعة كبيرة جدا عدد خلايا التكات واللاحظوا باللي زيادة كبيرة جدا في شحنة الفيروس زيادة كبيرة واشئة في شحنة الفيروس بالتالي كانت زيادة شحنة الفيروس بكمية كبيرة ورح يتناقص على الخلايا التكات هذا الأضوية تعنا رح يتولي مهاجمة من طرف فيروسات أضعف الفيروسات وأضعف الميكروبات وأضعف الأمراض رح تقضي علينا بالتالي مرحلة ظهور أمراض انتهازية كنت تظهر أمراض انتهازية وماذا تؤدي؟ بالتالي تؤدي إلى موت الشخص تؤدي إلى موت الشخص فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقن ماذا؟ نقوم بحقن سيديكات حر هذا السيديكات الحر ما هو دوره؟ أنه يقوم بالتثبت على محددات الفيروس ويتكامل مع الجيبي صنفا هذا هو الحل في علاج الذي نقترحه نعاود من بين الأسباب التي تؤدي إلى دخول فيروس الفياش إلى عضوية شخص ما ما هي؟ عدنا العلاقات الجنسية عدنا مشاركة الإبر ونقل الدم عدنا مثلا الأم الحامل والمرضع التي تنقلها إلى أبنائها هذه من بين الأسباب التي تؤدي إلى دخول فيروس الفياش إلى عضوية شخص ما صح هذا فيروس الفياش بمجرد ما يدخل إلى عضوية الكائن الحي أو الإنسان هذا منذ اليوم الأول إلى غاية موت الشخص إلى غاية موت الشخص عنده فترات مرع لها في حياته عنده أول حاجة الفترة الأولى اللي هي المدة بالأسابيع بعد دخول فيروس الفياش تسمى هذه المرحلة بماذا؟ تسمى بمرحلة الإصابة الأولية بعدها عندك الفترة الثانية اللي هي المدة بالسنوات تنقسم إلى اثنين مرحلتين المرحلة الاولية هذه تسمى بمرحلة الاصابة بدون اعراض ومرحلة هذه الثانية المرحلة هذه الاخيرة بماذا تسمى تسمى بمرحلة العز المناعي التي تؤدي في المرحلة الثالثة التي تؤدي الى موت الشخص في المرحلة الاصابة الاولية انا انا اللحظة بике 10000 ممكعب من الدم كقيمة تقريبية صح لاحظة بك فيروس الفياش يبدأ تزايد كمية كمية فيروس الفياش يصاحبه تناقص في عدل خلايا التكات هذا يدل على أن فيروس الفياش يهاجم الخلايا التكات هذه في الفترة الأولى من المرحلة الأولى في الفترة الثانية من المرحلة الأولى لاحظ بالي راه الالتكات راه تكاثرت وتميزت علش كتكاثرت وتميزت دلالة على تطوير استجابة مناعية هل هذه الاستجابة خلطية أو خلوية أو خلطية وخلوية معا خلطية وخلوية كيفاش عرفنا لاحظ بالي في الفترة الثانية لحظوا بلي ظهرت الخلايا LTC لتميز الاستجابة الخلاوية وظهرت الأجسام المضادرة لتميز الاستجابة الخلطية صح هذه بالنسبة إلى المرحلة الأولى تكلمنا عليها صح المرحلة الثانية بماذا تسمى المرحلة الثانية لحظوا بلي فيروس الفياش رغم أننا طورنا استجابة مناعية ضده إلا أننا لم نقضي عليه كليا ما السبب في أننا لم نقضي عليه كليا وذلك بالسبب الطفارات التي تحدث لهذا الفيروس الدائمة هذه الطفارات تؤدي إلى تغيير محدداته مثل من شكل مثلث إلى مربع من مربع إلى دائرة إلى ما غير ذلك صح اللحظوا بلي هذا الفيروس شحنة تزيد بكمية قليلة جدا لاحظوا بيزيدي زيدي 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 على بيها نقول له هذا الفيروس هذا الشخص في المرحلة الثانية يكون حامل للفيروس ولكن هذا الفيروس ما يوليش عنده أعراض كما المرحلة الأولى بالتالي تسمى بمرحلة الإصابة بدون أعراض صح اللحظوا بلي في نفس الوقت رهتتناقص الخلايا LTC ويتناقص معها خلايا LTC ويتناقص معها الأجسام مضادة لماذا تناقصت خلايا LTC وذلك اللي مهاجمت بالزيل لها الفيروس الذي يهاجم بالصح وشان السبب لي خلي خلايا LTC والأجسام مضادة تتناقص أيضا لأنه LTC هي اللي تلعب الدور المحوري في الاستجابة المناعية لأنه LTC كما تكلمنا هي اللي تنشط للآخر عن طريق LTH هو اللي يفرس الانترلوكين 2 بالتالي LTH هي اللي راح تفرس الانترلوكين 2 وهي تساهم في تكاثر تميز LB والألتيويت والتي تعطيك الأجسام مضادة والألتيسي يعني إذا زادت كمية الألتيكات راح يزيد الأجسام مضادة والألتيسي إذا نقصت كمية الألتيكات راح تنقص الأجسام مضادة وكمية الألتيسي صح؟ هذه في المرحلة الثانية المرحلة الثالثة والأخيرة تسمى بمرحلة العز المناعي هنا المرحلة العز المناعي كيفاش نعرفه رواحنا في مرحلة العز المناعي إذا كان عدد خلايا التكات أقل إذا كان عدد خلايا التكات أقل من 200 خالية في المتر مكعب من الدم لاحظوا باللهاية عدد خلايا التكات عددك 200 خالية بمجرد ما نصل إلى 200 خالية في المتر مكعب من الدم نوصل إلى مرحلة العز المناعي إذا وصلنا إلى قل من 200 خالية في في المتر مكعب من الدم هذا يؤدي إلى تناقص كبير جدا في كمية التكات بالتالي هذه العضوية تولي مقبرة للأمراض يعني راح أتفه الأمراض راح تهاجمنا بالتالي ظهور أمراض انتهازية وهذه الأمراض الانتهازية إلى ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى موت الشخصة واللاحظوا كمية الفيروس زادت بكمية كبيرة جدا وبالتالي فوز فيروس الفياش على العضوية وشنو الحل العلاجي اللي راح قادر يطيح لك سؤال في يوم البكالورية يقول لك اقترح حل علاجي وذلك عن طريق ماذا؟ حقن سيدكات حر حقن ماذا؟ حقن سيدكات حر يتكامل بنيويا مع جيبي صنفا لهذه الفيروسات إلى هنا نولو انتهينا من مراحل تطور الإصابة بفيروس الفياش ما تنساش باش تشترك في القناة وتفعل جرس تنبيهات لخطرنا أن تعبوا جدا وتبرطاجي محتوى هذه الفيديوهات وتبرطاجي القناة مع أصحابك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته